قام وفد برلماني رفيع المستوى من الدنمارك بزيارة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش واستعرض رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد خلال الجولة التفقدية مع أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو استعرض طرق استقبال المساعدات وإدخالها في قطاع غزة بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع والمعوقات وغيرها من كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدات منذ وصولها وحتى تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في جانب الآخر كما قام الوفد بزيارة إلى معبر رفح البري تفقد خلالها شاحنات المساعدات المجهزة لسكان غزة اشتركوا في القناة